وأكد الرئيس السيسي أن التخطيط لتنمية وإعمار سيناء ليس متواضعا مبدئا أمله في أن يتم تنفيذ ذلك التخطيط بشكل يليق بأبناء سيناء ومصر وأوضح أن هناك أراضي زراعية سوف تدخل مرحلة الإنتاج الفعلي في سيناء بحلول نهاية العام الجاري نكلم في تخطيط اتعرض علينا دكتور مصطفى وهذه المجتمعات ووزارة الإسكان ووزارة النقل ووزارة الري ووزارة الزراعة ومع كل الوزارات كانت مشتركة معنا في هذا الموضوع نحن نتكلم عن تخطيط يعني بقوله لكل المصريين مش تخطيط متواضع يعني لا لا نحن نتكلم لما دكتور مصطفى بيقول هنا ستمائة سبعمائة ألف فدان إجمال الأراضي الزراعية اللي مفروض أن احنا نتمنى على آخر السنة دي مش كده أحمد؟ على آخر السنة دي على آخر السنة دي تكون المياه موجودة سواء من المحسنة أو من محطة البحر البقر والمخطل بس ناقل ده اللي كان احنا عايزين نشتغل نخلصه في أسرع وقت ممكن دي لوقت ما بعيش فيه مشكلة نقدر نقول النهاردة نحب فيه كمية أراضي نقدر أنها تدخل للإنتاج على نهاية السنة دي إن شاء الله أنا بكلم هنا على سينة مش بكلم على توشكة ولا الودي النطرون ولا لا أنا بكلم على سينة بس بنتكلم في ستمائة ألف قديم وحديث يعني فده أمر مهم قوي أتمنى إن إحنا التنمية والذي زي ما أقول كده خطتنا خطة مش متواضعة